اسلوب الاتحاد دائما اعتمد على السرعة ما فيه واحد احنا نقول خلنا نقول الريموت كنترولي في الملعب يعني حتى في هذا الانصاري اغلب الوقت في لان ويفا ولكن الاخرين طايرين فهذه مشكلة في الفريق الاتحادي ولكن يمكن اليوم بعد الفريق شوفه بعد انا اقول لك شيء لو كان فيه في هذا المولد اليوم لو كان شفت سرعة فعندنا المفروض لازم يكون فيه قائد للفريق هو الفريق افتقده سرعة افتقد روح الفريق اللي هو بامانة بعد محمد نور فهذه المولد اصبح في هذا المولد هو روح الاتحاد لما يكون موجود تجد انه يشغل الحماس حتى في اللاعبين زملاء دائما في مباراة اليوم قلنا نقول الاتحاد بدون تركيز هل اذا غاب فهذه المولد غيب الاتحاد الان شف في بعض اللاعبين وجودهم له تأثير معنوي على الفريق من خلال قيادته بحماسه داخل الملعب فهذا المولد لما ينزل حتى في المنتخب كان لما ينزل تجد انه يعمل فارق يعمل فارق فهذه الروح موجودة فهذا المولد فهذا المولد ولكن تحتاج الى ريموت كنترول ريموت كنترول في الان ويفا اليوم حتى فهذا الانصاري يعني شفناه في كل الكور ولكن الاندفاع هذه المشكلة يعني انت لما تندفع تترك ثغرات في الخلف وخصوصا يعني الجهة اليسرى والجهة اليمنى يعني كان الاثنين كلهم يندفعن وخصوصا باكات ايه الاطراف وخصوصا عدنام فلاتا فاصبح الادفاع الادفاع الاتحادي مشروخ بالمرة لها السبب يعني فريق الوحد كان لو اهتم بالفرص المرتدة وصحف وضع كممكن انه الشيطة الاول اربعة واحد اقل شيء اربعة واحد ويصعبها ويصعبها على الفريق الاتحادي لان كل ما يندفع اكثر كل ما يكون هناك ثغرات اكثر علشان كذا شاهدنا